السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد كما العادة نتمنى يلقوكم فيديوهات ديالي في صحة جيدة انتما ولفامي ديالكم فضلا وليس امرا ما تنسونيش من اللايك ديالكم ومن التعليق ديالكم لمحفزة باش نزيد نعطيكم معلومات اكتر فاكتر مفيدة ومهمة الصحة ديالكم مهم لما نطول عليكم اليوم غا نتكلم على الدوا ديال بيسيدوز كينات طبيعة الحال كما كتلاحظوا في الفيديو غانتعرفوا ان شاء الله على الاستعمال ديالو والاعراض الجانبية ديالو وكذلك على الجرعة المتخذة من هالدوا ديال بيسيدوز الدوا ديال بيسيدوز هو عبارة عن مزيج وخليط من فيتامين بيان بي سيس بي دوز يعني بي واحد وبيسة وبيتناش دواعي الاستعمال ديالو كيتمثل في الناس اللي كيعانوا من ضعف الجسدي والنفسي ايضا بسبب الادمان ديالهم على الكحول الناس اللي كذلك اللي كيعانوا من تنمول ديال الاطراف يعني ديال يدي الاصابع والرجلين كذلك نتيجة ديال التهاب الأحصاب خاصة الناس اللي مراد بالسكري يعني الناس اللي مرادين بالسكر والناس اللي كيعانوا من السياتيك يعني الناس اللي كيعانوا من ألم أسفل الظهر وكذلك الناس اللي عندهم فقر الدم إذن بالنسبة للجرعة المسموحة من كينات ديال بي سي دوز يعني من جوج الثلاثة ديال حبت في النهار كتاخذ في وسط المكلة بالنسبة للناس اللي منوعي يخطو البي سي دوز يعني الناس اللي عندهم حساسية من إحدى المكونات ديال البي سي دوز كذلك الأشخاص اللي عندهم الأورام الخبيطة فدت ديالهم بالنسبة لكذلك الأعراض الجانبية كين ظهور حب شباب يعني أثناء الإستعمال ديال بي سي دوز كين بعض الناس كتظهر عليهم أعراض الجانبية ومن بين هاد الأعراض الجانبية كين إحب شباب لوجه كين أيضا الإحمرار ديال لون البول يعني أن البول ديالهم كيتغير لون دياله كذلك حكة في الجلد حساسية وكذلك بعض الالتهابات إذن مشي دائما هاد الأعراض الجانبية كتظهر علي الناس كاملين فقد كين بعض العناصر اللي كتظهر عليها هاد الأعراض وفاش تظهر عليكم هاد الأعراض ضروري ضروري أنكم ترجعوا للطبيب ديالكم باش ديروا تشوفوا الاستشارة دياله يعني تقدري بدليكم الدواء إلى غير ذلك إذن الهدف من هاد الفيديو أنا نقرب لكم من نعرفوا الاستعمال دياله نعرفوا كذلك الأعراض الجانبية وكذلك الجرعة المسموحة يعني شحال يمكن لك تاخد في النهار نتمنى أن الفيديو ديالي إنا الإعجاب ديالكم ما تنسونيش دائما من البارتاج الفيديو مع الأهل والأصحاب باش تعم الفائدة إذن دائما كنقولوا صحة ديالنا تاج فوق رأوس الأصحة ترجمة نانسي قنقر